حتى أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا يعني الحديث ده بيدلنا على أنه اللي أكل كله زي رائحة كريهة لا ينبغي أن يدخل المسجد وبالتالي يؤذي المصلين ومن يجلس في المسجد بهذه الرائحة الكريهة هايزة أتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي الأكلات اللي ممكن تخلي المصلي اللي في الجامعة يتدايق حضرتك قلت التوم والبصل فيه أحلات تانية مش مستحب أكلها وأنا رائحة للمسجد كل ما يسبب رائحة للفم ربما كانت مزمومة أو غير مقبولة لا ينبغي أن يأكله المصلي ويذهب المسجد يعني هو كان أكل فيه رائحة مش طيبة لابد أن ينظف فمه قبل أن يذهب إلى المسجد حتى لا يؤذي أهل المسجد فده أدب راقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لنا أنه ما ينبغيش أن المصلين في المسجد يؤذي بعضهم بعض وما ينبغيش أن أنا كمسلم وأنا رايح المسجد أعمل حاجة أو أكل حاجة ربما ترتب عليها خروج رائحة لا يعني ليست مقبولة بالنسبة للناس ولذلك استحب السواك من هذه الجهة أيضا وبهذا المعنى والسواك مستحب عند دخول المسجد وعند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند تغيير رائحة الفم يعني الشريعة بشكل عام بتأمر المسلم أنه يكون راقي في تعامله فلا يؤذي الناس برائحة فمه فأي حاجة فيها رائحة ربما غير محبوبة أو ربما غير لائقة لا ينبغي أن يدخل الإنسان بها المسجد إلا أن ينظف فمه وأسنانه ومشاكل وعندما تغييرANS